وفد كردي في بغداد للتباحث في الأمور الخلافية بين المركز والإقليم الوفد الكردي جاء هذه المرة بصفة فنية وليس سياسية وما يحمله مطالب جديدة أبرزها منقشة ملف النفط والغاز بشكل أوسع فضلا عن استحصال رواتب الموظفين الكرد من بغداد وضمان حصة الإقليم في الموازنة المالية المقبلة كل حوار مع الحكومة الاتحادية في ضل قرار المحكمة الاتحادية فهو سيأتي بنتائج لكن حينما يكون هناك إصرار وتعنت من جهة معينة ضد قرار المحكمة الاتحادية وضد آلية إدارة الملف النفطي في الإقليم لن تكون هناك بوادر حل المباحثات بين مغداد وأربيل لم تخلوا من مطالبات كردية بإعادة النظر بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن قانون النفط والغاز في كردستان العراق غير دستوري ومطالبة السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام للحكومة المركزية في بغداد المحكمة الاتحادية العليا التي قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 في حالة الاستئناس والاستفسار وتقديم طلب أو دعوة أمام المحكمة لعله تنظر وتذهب اتجاه الشق الثاني والتفسير الثاني للفقهاء الدستوريين ولا توجد نتائج واضحة للفوضات التي يجريها وفد الأقليم ببغداد والمعلن منها حتى الآن استمرار الحوار بين الطرفين على رغم من أن مباحثات الوفد الكردي في بغداد تتركز على جانب الاقتصادي إلا أنها تأتي في وقت حرج جدا للبلاد فالعراق يعاني من أزمة مالية وسياسية كبيرة منذ أكثر من عام محمد فاضل الغد بغداد